موسيقى السلام عليكم معكم ليلى حديوي وكنت شمال عليكم رمضان مبارك سعيد الله يدخل عليكم الصحة والسلامة بالنسبة للسؤال وصلت الأحلام جالي احنا البشر عمرنا مثلا نحقق الأحلام جالي دائما نطمعو وكنطمحو في أحلام أحد آخرين ولكن قدرنا نقول بأنني وصلت بزاف دي الأحلام اللي كنت بغير وكنت حلم بيوم فاشكن صغيرة أحلام طفولة مثلا أول مرة كنت 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 نحلم يعني نسافر من غير المغرب ودرتها فاشكن صغيرة مع مالي ببارون وفاميه بحال مثلا كنت نحلم نخدم في قناة دوزام وجاتني الفورصة وخدمت في قناة دوزام يعني كيني شي حويجات اللي كنت كن نحلمهم كطفلة صغيرة وصلت ليمو الحمدوني الله باش تحقيقي الأحلام ديالك ماشي سهل لأنك خسكي تدوزام واحد البركور اللي صعيب وكل حاجة كل باب تدات عليك فوجاك تدات تقصحك كتر وكل حاجة خيبة ترجعك او تاني انكور بلي فورط وكل حاجة أنا ما جيتش وصلت لتدعولي أبيبان ووصلت ووصلت الالشي حويجات وكل حاجة موطبة وكل حاجة كي تقفيك اللي باش كي رجعك او انكور بلو فخت و كي رجعك قوي اكثر و كو تقدريت وصلي لدكشي اللي بغتي باحد القوة و باحد الانفي و باحد الغاج أنا فاش بديت في العالم دا الموضة ما كانوش كي تيشوفو فيي تشوفا كانو تيقولو شكون هادي العاد جايا كانوا معروفين و كانوا دي بروفشيونال و كانوا طوالات و كانوا دوكشي و قداف في الميدان و فاجت جيت حاديك الصغيرات ديالها اللي كنشوفو فيهم ديالها جديدة قبلوني معكم عفاكم كان عندهم ان كلان ماشي بحال دا با تقدريت دخلي و حدا باقا جديدا حيث عندما و هي بديلها في لابوتة ولا في لديمارس ولا لا قبل كان ان كلان كتدخلي تتديري اللي بغتيت دخس كتدخلي تصاحبين مع داك البنات و تدخلي مع داك المزموعة و داك شي و أنا ديك الساعة ما كانش كن ما كانش ما عارفة تايشي حاجة في داك الميدان و تخشيت في داك الميدان و كانوا فغيمو تيحقروني تيقولو كادي ما ما صالحهاش لنا ما عندما نديرو بيها و صافي بالحمد الله بقيت 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 شادتها أوليت الحمد لله أول عارضات أزياء معروفة في المغرب لأنا ما كانش سهلات داك القمعة اللي تقمعت و داك داك الطريقة اللي كانوا تتعاملوا بيها و كنت منى داك ساعة فاشكن صغيرة كنت منى ندير دي شوتينج تأنا و داك ساعة ما كانش فاسيليتي بجد دري شوتينج بحل دابات مش عند أي فوتوغافي ديلك سيري مود يعني بوك و بوكو ديال الصعوبات اللي واجهتهم فاشكن صغيرة و الحمد لله بساف دي الأشياء اللي كان نحلم بيهم و داك ببا بولنستان الحلم اللي كان ما بين أحلام اللي كان نحلم بيهم هو سيدات شوبينج و الحمد لله هو تحقق ما عنديش زعماشي ما نقدرش منقولهم الكاملين و لكن عندي بساف دي الأحلام و كانت نفضل نخليهم عندي باش نعلي نعلي يصدقوا حاج بغسيش نقول كل شي بغير ما تخلي ذك شي في خاطرك باش ربي يسخر فيه أنا نصيحة لقدرنا عطي أي واحد و لأي وحدة اللي كتشاهدنا نحلم بس كل حلم سيكغاتيو خصنا نكتر من الحلم لان ما كانش عندك هدف و الحلم في حياتك عمرك ما توصل و سوف تحلل لك الباب و بمكيس الباب تكيح البابان داكو والنصيحة نبقى مع بعض سانيسة كماشي حيت صافي حلمت بغيت بغيت الغيضو يكون حمر و ما بغاش يقولي حمر لا خصنا نخدم خصنا نحاول خصنا ندير شي حاجة ماشي نبقى ممتكيه كو كان حلم و نسنات جيم عمنا تسيدات ربينا لا خصنا نحاول نقرب الحلم ديالي بو حد بسف دي الطرق بيانسور الحاجة اللي كتبقى لنصيحة الوحيدة اللي قدر نقول اي بنت عمرك ما تتخذي تختاري السهولة إذا اختارتي السهولة تطغ كترجع عليك بالصعوبات من بعد و دائما نخذي الطرق اللي صعيبة ما تطلعيش للاسانسيغ تطلعي الدرجة الدرجة و تعلمي كل حاجة من الدنيا حيث سهلا نديرو دك الشي اللي إذا طلعنا فلاسانسيغ ولكن كل حاجة تعلمتها و كل حاجة مريتها باعة كتعتك واحد تحلم هي مدراسة الحياة ما تجيش بسهل ولكن تحراشي مع الزمن اشتركوا في القناة